سيداتي وسادتي أسعد الله مساءكم بكل الخير نطل عليكم في حلقة جديدة من برنامج القانون والناس والذي يبث من مدينة نابلس عبر فضائية النجاح يا حياكم الله وأهلا بكم برنامج القانون والناس هو برنامج تلفزيوني نسعى من خلاله إلى توعية المواطنين بأهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند ممارسة حقوقهم ونوضح العلاقة ما بين المواطن والمؤسسات الرسمية باحثين سويا في القوانين والأنظمة المنظمة لذلك شعارنا دائما العلم في القانون هو مفترض والجهل في القانون هو ضياع للحقوق في الحلقة السابقة بدأنا الحديث عن القضاء العشائري موضحين المقصود في القضاء العشائري بشكل عام إضافة إلى أننا فرقنا ما بين القضاء العشائري والصلح العشائري ولا شك أن القضاء العشائري هو من العادات والتقاليد الثابتة في فلسطين والتي لها كما من المؤيدين والمعارضين في فلسطين ضيفي في الحلقة السابقة هو من رجال الإصلاح المشهود لهم بكل الخير والمحبة والذي أوجه له التحية من قلب استوديوهاتنا في فضائية النجاح ضيفي اليوم في هذه الحلقة سيكون قاضي عشائري من مدينة الخليل وهو الذي جاءنا من جنوب فلسطين لنناقش وإياه بعض المسائل المتعلقة في القضاء العشائري بعنوان القضاء ما بين العشائري والنظامي ولمن السلطة العلية وهو القاضي العشائري الشيخ وليد الطويل من محافظة الخليل أهلا وسهلا بك شيخ وليد حياكم بالله وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وقبل البدء في الحوار في هذه الحلقة دعونا ننظر إلى هذه المقتطفات من الحلقة السابقة ابقوا معنا حقيقة أن الضف الغربي جنوبها يكثر فيه وجود رجال العشائر في شمال الضف أنا أتوقع لا يوجد عندنا رجال قضاء عشائري وإنما في عنا إصلاح بكثرة في المدينة في الكرة في المخيمات متوفر بكثرة كرجال إصلاح أما كعشائر قضاء عشائري في الشمال غير متوفر شيخ مازن عندما نتحدث عن فلسطين نتحدث عن شمالها بجنوبها في غزة نتحدث عن كل هذا الوطن بالتالي لما نحكي أنه في عنا نظام عشائري مطبق في فلسطين ما ممكن نيجي نقسم الجنوب عن الشمال ومين اللي بحدد أنه هي العين أهم من الإيد في القضاء العشائري كيف اعتمدتوا أنه العين هي أهم من الإيد أو العكس أحد الأشخاص بيقول فيه في البلد فرص كانه كان جيبها فيه شكفة إسلاح كانه جيبها جموة كان اللي فكت عينه هاي البرودة واطلع على الفرص وكوس حط يعني صيب هدف خذك حط البرودة بالكتفة حط دي على الفرص وكيف سوطلع وغمه وده يكوس بغم العين طخ نعم نسل كان اللي انقطع تأيدي اتفضل حسنا قلني عرف يحمل البرودة أكيد لا عرف يحط دي على الفرصي كيف ستطلع أكيد لا لذلك المجمعين الحاضرين اعتبروا الإيد هي أهم هم من اللي حكموش القاضي بمثال زي هذا حكمو بأن اليد أغلى وأثمر من العين نعم فانحلت هذه القضية بسرعة نعم لكن شيخ مازن يعني أنا أحترم ذلك لكن لما نتحدث عن دولة فيها سيادة قانون هناك قانون يصدر بطرق معينة يصدر من المجلس التشريعي من الشعب هذا القانون هو من يحكم البلاد بالتالي القانون عندما يصدر يمر بعدد من المراحل والذي يصدر هذا القانون هو الشعب من خلال أعضاء المجلس التشريعي المختارين من قبل الشعب فبالتالي هون صرفي عندي أنا قانون بحكم البلد لكن في القضاء العشائري كأنه إذا بالجلسة هاي الحاضرين اعتبروا الإيد هي أهم من العين ممكن في جلسة أخرى بعض الحاضرين يعتبروا العين أهم من الإيد بالتالي هون أصبح عند القضاء العشائري لا يوجد له ناظم فبالتالي هو اليوم ممكن نتحدث عن أن الإيد أهم لكن في جلسة ثانية العين بتكون أهم فسؤالي ما هو الناظم لفعل أو عمل القضاء العشائري أشكر طاقم إعداد هذا البرنامج على هذا الإعداد مشاهدين الكرام ضيفي الكريم في الأستوديو الشيخ وليد الطويل دعنا نبدأ في الحديث عن القضاء العشائري في فلسطين بداية بشكل عام حدثنا عن القضاء العشائري وانتشار هذا القضاء في فلسطين تفضل شيخ وليد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الآن وضع فلسطين هي زي باقي الدول العربية هي بتقوم على القبائل والعشائر أصلا نعم فالقبائل والعشائر في لهم نهج يتحاكم فيما بين بعض وهذا الحكي له يعني من مئات سنة بفضل الله عز وجل إحنا كفلسطين طبعا تأجع عندنا الإسلام ودخل الإسلام الناس راحت للحكم الشري ولكن تطبيق الأحكام العشائرية بقت ملتصقة مع القبائل حيث ما كانوا وين ما كانوا العشائر والقبائل بقي القانون السائد اللي ما بينهم واللي بيحكمهم ما بين بينهم حس في الفترة الأخرانية اللي إحنا بنتكلم فيها القضاء العشائري في مناطق شبه اندثر وفي مناطق بقي متمسك فيها نعم المناطق الجنوبية اللي هي أقرب للحياء البدوية العشائرية طابع العشائري فيها أكثر نعم لأنها هي أقرب لمحطات البدو والقرى واللي فيها العشائر اللي تثبتت في أراضيها وما زالت تتحاكم ما بين بعضها في هذه القوانين إخواننا في الشمال شوية يعني أو بالذات في بعض مجيء السلطة يعني كأنه قل إجمالا اندثرت عندهم الأمور القضاء العشائر ولكن الصلح اللي هم اللي جاء الأصلاح نعم ظل موجودين نعم أما كقضاء عشائري غزة والجنوب الفلسطيني ظل متمسك في هذا الإرث لغاية إيامنا هذه نعم شيخ وليد يعني نفس السؤال أنا بعيده في كالحلقة السابقة فلسطين هي شمالها بجنوبها كيف ممكن نحكي إحنا أمام العالم أنه إحنا في عنا نوع من أنواع القضاء يطبق فقط في الجنوب ولا يطبق في الشمال بالتالي كيف ممكن نجاوب على هذا السؤال الأصل في القانون أو في الدولة يكون فيها قضاء موحد بحكومها من شمالها لجنوبها من غربها لشرقها ولكن كيف ممكن نحكي أنه في موضوع القضاء العشائري هو فقط يطبق بالجنوب ولا يطبق بالشمال أول شيء يعني فلسطين تختلف عن كل الدول العربية نعم إحنا ما في عنا سيادة مطلقة على أراضينا والاحتلال طبعا هو يعني سبب رئيسي في شرذمة هذا الشعب وتقسيم هذا الشعب بدون أدنى شك نعم الآن بالنسبة ل إخواننا يعني المواطنين الفلسطينيين بعد الشمال عن الجنوب فيه تقسيم فيه تقسيم نحن نكذب على أنفسنا بس الآن إخواننا في الشمال راحوا للقانون النظامي أكثر من العشائري إخواننا في العشائر في منطقة الجنوب ومنطقة غزة نعم ضلوا متمسكين في هذا القوانين ضلهم متمسكين لحد إيامنا هادي وبقوة لأنهم بيفهموا إنه معناة العائلة شو تركيبة العائلة ترتيب العائلة ترتيب العشيرة ترتيب العشيرة من العشيرة للعشيرة نعم بين الفرد والعشيرة بين العشيرة والعشيرة الأخرى هذا في الجنوب طبيعة الحال نعم هأتي إخواننا يعني إحنا مش منقول من باب التقسيم ركنوا للقانون النظامي في الشمال أكثر من كلLehye الأمو العشائرية نعم للتحكيم العشائري أما ولكن هي التنظيمات المسألة بين القانون النظامي وما بين القانون العشائري التطبيق في الجنوب أكثر من الشمال نعم الشيخ وليد لو كان أمامي الآن قاضي نظامي وسألته من ناظم لعملك قاضي نظامي لقال لي بأن القانون هو الذي يحكم وهذا القانون صادر من ذوي الإختصاص الآن بصفتك قاضي عشائري وتحكم في العديد من القضايا ما هو الناظم لعملك قاضي عشائري هل هناك قانون مكتوب أم تعتمدوا أنتم على شيء آخر أول شيء بفضل الله عز وجل في 30 سنة الموجودات الأخرانيات حتى النظام العشائري نزل للتصحيح حتى في القضاء العشائري أو النظام العشائري الموجود ما بين الناس كلياتها نزل للتصحيح وحط حاله تحت عبات الشرع نعم فمعظم في أمور كثير نحن في القضاء العشائري لغناها نعم يعني زي عطوة المنشد هذه عطوة المنشد في القضاء العشائري ركن في القضاء الشرعي محرمي مش موجودة لأننا في 30 سنة هذه كلياتها يعني ما حاولنا أنه نظهر هذه الآفة أو العادة اللي كانت موجودة ونجي نستحي فيها لأنها هي مهلكة للنفس ومهلكة للقبيلة ومهلكة للبلد نعم لأنه مش في مستونا لأنه في تطورات كثيرة تركبت وترتبت على هذا الأمر الآن الناس معظمها حتى في العشائر عنا بتميل 90% بتروح تحت النظام الشرعي وبيتطبق هو تحت نظام عشائري نعم تحت نظام بس هو كله يتمقتبس من تحت النظام الشرعي مين الشخص اللي بغضع هاي الأنظمة وهي القواعد في النظام الشرعي أو العشائري الشرع ما هو نظامه موجود النظام الشرعي هي تأتي من الشرع بالطبيع الحال نعم الآن والرجل العشائري أو القاضي العشائري يعني بيقتبس أصلا هو سابقا مقتبس معظم الأحكام العشائرية مقتبسة من الأحكام الشرعية نعم ولكن في بعض التجاوزات في القضايا العشائرية موجودة مخالفة للشرع نعم فيه عندنا يعني زي لدليخة في عملية القتل زي عملية لدغمة برضو هذه في العشائر موجودة في الشرع منبوثة هي شخص إذن هي أمور تخالف الشرع طبيعة الحال تطبق في القضايا العشائري لكن هي تخالف النظام الشرعي وتخالف النظام القضاء النظامي طبعا فيها خلال يعني إحنا بنقول في كل قضاء هو القضاء عبارة عن ثلاث أقسام القضاء النظامي الذي تختص الدولة فيه والقضاء الشرعي الذي يختص تحت المفتيين والقضاء الشرعيين والقضاء العشائري الذي يتمتع تحت القبائل والعشائر وأصحاب البيوت هذول الثلاث قضاء الموجودين نعم هسا المناطق اللي فيها حية القضاء العشائري أكثر منطقة غزة ومنطقة اللي هي الجنوب الفلسطيني هي مناطق تزداد فيها القضاء العشائري فقط ولإنها أصلا يعني القبائل فيها متمسكة في هذا الإرث وهذه العادات والتقاليد زي إخواننا في الأردن يعني إحنا فيه انسجام كامل ما بيننا وبين إخواننا في الأردن نعم للآن لحد الآن الجنوب الأردني يقوم على القضاء العشائري قطعيا حتى والدولة موجودة والشرع موجود عندهم ولكن إخواننا في الأردن وفي سوريا وفي مصر في أجزاء في مصر وفي العراق القضاء العشائري يقلوا ركنوا وركنوا يعني وما من قد قيموا من الوجود نعم شيخ وليد لكن لو جاء شخص من أصحاب مفاهيم الدول الحديثة والمتطورة ممكن يقول أنه الأصل في مفهوم الدولة بشكل حالي أو بالوقت الحالي هو أن تكون الدولة فيها قضاء واحد قضاء واحد موحد ومستقل بالتالي لو وجهنا هذا السؤال وجينا اعتبرنا أنه فلسطين فيها نوعين من القضاء فيها قضاء نظامي وفيها قضاء عشائري وياريت في انسجام إحنا لسه نحكي أنه هناك بعض الخلافات ما بين القضاء النظامي والقضاء العشائري كيف ممكن إحنا يعني نجاوب هذا السؤال أن فلسطين ما فيها قضاء واحد بل فيها قضاءين يعني أليس من الصحيح أو المفروض أن يكون فلسطين فقط تحوي قضاء واحد ونظام واحد أصلا أول شيء يعني إحنا القضاء حتى النظام الموجود هو حديث الولادة أما الأصل هو في القضاء العشائر نعم مش في القضاء النظامي القضاء من النظامي بمجيئة السلطة وحتى كان لما كان عندنا العصر الإسرائيلي في فترة الاحتلال الإسرائيلي ما بعد الـ 48 لغاية التسعينات لما جاءت السلطة الوطنية هذا كلياته كان يخضع شمال جنوب وسط أو غزة يخضع للقضاء العشائر وليس للقضاء الإسرائيلي الاحتلاف الإسرائيلي نعم ما قبل الحكم الأردني كان مترادف القانون النظامي والقانون العشائري في انسجام كامل على زمان بريطانيا كان النظام السائد في فلسطين وكل منطقة الجزيرة العربية اللي هو النظام العشائري نعم وما قبل العثمانيين حتى في الترتيب النهج الإسلامي خصصوا لهم السلطين للقضاء العشائريين والأهل الصلح خصصوا لهم أموال خاصة لهم لأنه وجدوا أنهم هم أقرب للحلول مع الناس للقضاء العشائريين للقضاء العشائريين طبيعة الحال نعم شيخ وليد من الشخص الذي يستطيع اللجوء للقضاء العشائري بمعنى هل أي شخص يمكن أن يلجأ للقضاء العشائري في شكوى أم أن هناك فقط قضايا محددة أو أمور محددة أو وقائع محددة فقط يمكن اللجوء فيها للقضاء العشائري لا لا القضاء العشائري يستطيع أن يحكم في جميع مشاكلة شتى يعني في جميع يعني شتى الحياة نعم في الجزئيات الصغيرة والكبيرة ويستطيع وموجود فيه له قوانين كابر عن كابر وجسور مبنية وهذا الأمر يعني مش مستحدة وهذا بتعرفه بعض الناس اللي إلها بيوت ورعيان البيوت والبيوتها مشرعة وبتفهمه هي معروفة لدى العشائر ومعروفة على الوسط يعني العشائري والشعبي والوطني وحتى على مستوى الدولة نفسه نعم طب بالحال هاي هذا الشخص إذا بده يلجأ للقضاء العشائري هلأ إحنا في عنا في القضاء العشائري عدة قضاء نعم يعني هي ليست مؤسسي قائمة كالقضاء النظامي بتقدم إلها بدعوة معينة نعم هناك عدد من القضاء بالقضاء العشائريين نعم هل أنا كمواطن بروح عند أي قاضي من القضاء العشائريين أم أن هناك ترتيب معين في اللجوء للقضاء العشائري هو سابقا كانوا مقسمين للقضاء العشائريين بس ولكن في الأحوال اللي إحنا فيها قلت لك في خضم التلاتين عام حاولنا المزز يعني التقرب نعم من بعضنا البعض كان عند القانون النظامي والقانون الشرعي والقانون العشائري لأنه إحنا بحاجة القوانين هذول التلاتة لرفع المواطن لمساندة المواطن لرفع الظلم عن أولادنا وابلادنا نعم الآن فيه انسجام كامل مش كامل كامل بدأ أقوله يعني ما بين القضاء النظامي والقضاء العشائري بيستطيع الإنسان أنه يتوجه اليوم لأي راعي بيت ويتقاضى عنده بس بيكون في إلها يعني أمور سابقة قبل ما يروحوا يتقاضوا الناس نعم في عليه ترتبات بده يسويها بده يكون يحضر الإنسان الحال والكفل تبعه وبدهم يتفقوا في بيت الملام على وين بدهم يروحوا يتقاضوا هذه هي مصطلحات استخدموها أنت في القضاء العشائري طبيعته نعم أول شيء يعني اتنين مختلفين بيجلسوا في بيت الملام إيش المقصود ببيت الملام بيت الرجل فاضل نعم بيجلسوا عنده اتنين طرفين المتخاصمين بيحكوا قدام راعي البيت اللي هو صاحب البيت اللي هي المشكلة تبعتهم هل هذا الشخص له مواصفات معينة أي بيت نعم بيأخذوه يعني طبيعة الحال يكون حسن السيرة والسلوك وشخص ممكن يكون معروف في العشير طبيعة الحال نعم ومش ضروري العشير تكون نفسه يعني لعشائر ثاني لناس تانيين خارج البلد ما لوجد دخل لا للجنسية ولا القومية كمان نعم هسه هؤلاء بيجلسوا طبيعة الحال عند الرجل هذا إن حلهم صلحا هايو حلهم ما حلهمش هو بيحولهم على القاضي أخاضي عشائر أخاضي عشائر إما هو بيتخاطب بيخاطب يعني بيشراق قصته لو قاضي عن طريق لسانه نعم وإما الشخص بيكلف واحد آخر إنه يخاطب يخاطب مكانه اللي إحنا بنقوله في اللغة القانون المحامي المحامي نعم الرديف إلو عنا لسان الحال الرديف للنظامي الرديف للنظامي الآن الكفيل وتنفيذ الحكم العشائر أقوى من تنفيذ القانون بدناش إحنا ندحك على بعض ونقول إنه تنفيذ القانون أقوى من تنفيذ العشائر كيف ممكن أنه يكون تنفيذ الحكم العشائري الصادر من شخص قاضي عشائر هو أقوى من تنفيذ القانون ممكن توضح لنا يا شيخ وليد أول شيء في القانون النظامي القضية بتقعد من يوم لسبع سنين لتسع سنين لأثناء عشر سنين لأثناء عشر سنين نعم القانون العشائري بيأخذ من شهر لثلاثة شهر يعني بيطلعش عن ستة شهر هذه كإجراءات يعني كأنكم بيطلع نوع القرار نعم كأنكم بتقولوا القضاء النظامي هو قضاء بطيء في الإجراءات والقضاء العشائري هو قضاء سريع في الإجراءات لهيك السبب الناس بتلتجئ للقضاء العشائري أكثر من القضاء النظام هذا سبب رئيسي دير بالك أنت لو رحت نظرت للملفات في المحكمة اسحب عشوائيا اسحب وإحنا هذا الحكي خطبنا فيه بدلا مرات للدولة نعم أنه حرام حرام يعني فيه ناس قدمت قضايا في داخل القانون النظامي يعني أعدت عمره هي في المحاكم وماتت والقضية تعتم من تحد نعم في القضاء العشائري لا يمكن يكون هذا الحكي لا يمكن نعم لأنه بيجوا التنين مكفولين فيه كفل كفل لزم نعم وهذا الكفيل بده يكون مستعد أنه ينفذ القرار شو ما كان يكون طبيعة الحال على قدر الاستطاع نعم هذه الفرقية ما بين القضاء العشائري وما بين التنفيذ القضاء النظامي نعم سرعة التطبيق والتنفيذ نعم شيخ وليد كونه بنحكي هنا عن من الشخص الذي يستطيع اللجوء للقضاء العشائري ومين نعم وكونه بنحكي لسانة عن موضوع من هو الأسرع في الإجراءات خلينا نشوف رأي المواطن الفلسطيني في الشارع الفلسطيني حول مين أفضل القضاء النظامي أم الشرعي إذن مشاهدين الكرام دعونا ننظر إلى رأي المواطن الفلسطيني في أيهم أفضل القضاء النظامي أم القضاء الشرعي العشائري أم القضاء الشرعي ابقوا معنا أنا بفضل القانون المدني مرات العشائري يمكن حل بس المدني بيظهر الأفضل أنا بفضل قضاء المدني أحسن من القضاء العشائري بالآخر قضاء المدني بتوقع أنه بتدور على كل المشاكل الموجودة أو كل إشيه له حل م squish القضاء المدني القضاء العشائري يعني فيه شغلات ما بتقدر يتحملها المواطن وحتى لو كانت إشي بسيط فالقضاء المدني برائي أحسن من القضاء العشائري القانون العشائري بالرغم أنه فيه أحياناً فيه بيكون فيه بعض الإجحاف لأنه رادع في رادع أكثر من القضاء المدني قضاء المدني بده سنين طويلة وممكن يصور بينما يبت في القضايا اللي يلجأوا إلها بيكون هناك ردود فعلا وبيكون في مشاكل بس القضاء العشائري فيه متابعة لأنه ما يصورش هناك مشاكل وما يصورش مضاعفات وفيه رادع قوي هلأ هو طبيعي أنه أنا بفضل القانون المدني يمشي ومش بفضل هو ضرورة في المجتمع الفلسطيني أنه القانون المدني يكون ماشي مثله مثل أي دول في العالم وهيك المفروض لأنه القانون قانون هلأ بس للأسف أنه إحنا عم نشوف حالات عم بتصير في المجتمع الفلسطيني أنه القانون ما عم بيقدر يطبق القانون يعني القضاء ما عم بيقدر يأخذ مجراء وأنه بتصير في الشغلة أنه فيها واسطات فيها محسوبية فيها أنه هذا الشخص واصل أو هذا الشخص يعني موجود حتى يكون فيه له مكانه في السلطة والإنسان بالنهاية بتصفي مظلوم فبتصفي أنه أغلب اللي عم نشوفه في المجتمع الفلسطيني أنه القانون وتطبيق القانون العشائري هو اللي عم بيمشي وفعلي يعني كتير قصص عم نسمعها اللي عم بصير أنه القانون العشائري هو اللي عم بتفوق على القانون القضائي والله أفضل شو بالنسبة لنا يعني كل حال إلها حالتها يعني فيه قضايا القانون العشائري بيكون هو الأصلح والأحسن إلها وفيه قضايا لا لازم القانون المدني يأخذ الموضوع والقانون يمشي فيه يعني كل حال إلها حالي ما بزبط نعم من القانون العشائري كامل ولا القانون المدني كامل أشكر طاقم إعداد هذا البرنامج على إعداد هذا الاستطلاع والذي يوضح رأي المواطن في الشارع الفلسطيني بأيهما أفضل القضاء العشائري أم القضاء النظامي أرى المواطنين تختلف هناك من يحب اللجوء للقضاء النظامي وهناك من يقول بأن القضاء العشائري هو الأفضل والأسرع مشاهدين الكرام ضيف الكريم بالاستوديو القاضي العشائري الشيخ وليد الطويل نعود للحوار من جديد شيخ وليد بعد اللجوء للقاضي العشائري والحصول على حكم عشائري بما بين شخصين مختلفين في قضية معينة أو في أمر معين ما هي درجة الإلزامية في تطبيق الحكم العشائري؟ طبيعة الحال في الشتنين بيطلعوا يتقاضوا عند القاضي العشائري إلا يكونوا مكفولين والكفل بدون يكون الكفالة عندنا زي ما بقولوها في عاداتنا وتقاليدنا الدخالة كبت بلى والكفالة بالخاطر نعم هذا الكفيل هو محل الأصيل إذا أخلي الأصيل عن تنفيذ الحكم الكفيل بيطبق هذا الشيء الكفالة مقصود فيها كفالة مالية؟ كفالة مالية عندنا راف ومانع وجالب وداف ومانع ودفا هي محددة بمبالغ معينة؟ حسب المشكلة شو هي المشكلة؟ من اللي بحدد أنه هاي المشكلة كفالتها هيك؟ القاضي العشائري نفسه؟ شو اللي بيطلع القانون منها؟ شو اللي بيطلع القرار فيها؟ نعم هاي القرار على القاضي والتنفيذ على الكفيل نعم التنفيذ على الكفيل هسه ما بصير يعني بصير شي يحط كفيل واحد يكون وسط ومردرد بيضبطش الكفيل بده يعرف أنه مثلا هدول هم يختلفين على مليون دينار أردني وأجوا يقاضوا عند الشيخ الشيخ أول شي يقول له أنه كفيل لك لما يطلب الكفيل بيسأل خصمه أبلان هذا الكفيل شو بيطلع عليه بدك تنفذ حتى يوافق أمامه طبيعة الحال بقول وبده يكون موافق عليه خصمه نعم بصيراش يتجيب له كفيل من الشارع واحد ما معوش تتحاكم قاعد وتتقاضي على مليون دينار وانت قاعد لك تجيب لك واحد عفوا يعني معوش حركة خبز كفيل مليء لازم بدك تجيب له كفيل يعني وإذا الكفيل وجد إن وجد هذا الكفيل بصير هو اللي بيدفع الحق بدون ما يشاور صحب نعم شيخ وليد الباحثين القانونيين ورجال القانون بيقولوا حاليا أو ممكن البعض يقول أنه القضاء العشائري يجب أن يزول من فلسطين ويجب أن يبقى فقط القضاء النظامي لأمرين بداية أن هناك يجب أن يكون هناك سيادة قانون بمعنى كل مؤسسات فلسطين تخضع فقط للقانون الصادر من السلطة التشريعية أو من جهة الاختصاص الأمر الآخر أن القضاء القاضي النظامي يخضع لعملية دراسة في كليات الحقوق ثم تدريب في معاهد القضاء حتى أنه يصبح قاضي لكن القضاء العشائريين قد لا يكونوا دارسين للقانون كيف ممكن نرد على هذه الأسئلة المطروحة أول شيء إخواننا اللي بيتكلموا في البحث هذا هو عندهم طبيعة الحال أنا بعدهم الله يزيهم الخير في عندهم قصر للمعرفة نعم هم ما عندهم الإدراك بالمعرفة يعني مثلا أنا بيقول لك الخليل H1 و H2 نعم منطقة C ومنطقة ألي منطقة بتحكمها السلطة الفلسطينية ومنطقة الثانية بتحكمها السلطة الإسرائيلية صحيح لما يصير عملية قتل في H2 ألو اللي بيقدر يطلع يحد وقف المشكلتين بين العائلتين قبل ما تنحرق لبيوت وتتهجر العائلات ويقتلوا فيها الأطفال والنساء ول 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 إلى آخره نعم مين بيستطيع أني سلطة وطنية بتقدر تنزل تح يعني القصد أن السلطة هون ما بتستطيع دخول هذه المنطقة بالتالي قضاء العشائري هو ممكن يكون في الواجهة للحل بعد أن أقول لعمره أقبر نعم أقول لعمره أكبر هل هو العمر الكبير هو القاضي النظامي وما بقلل من قيمته نعم ماشي أم القاضي العشائري طيب هذه البلد انحكمت قلت لك على زمان إسرائيل كلياتها ما كان في عندي قاضي يعني ما كان في عندي سلطة ما كان في عندي مؤسسات دولة مين اللي حكم البلد في وقت لا شك أنه كان القضاء العشائري مين اللي مشى البلد نعم ومشى البلد في ازدهار مشى البلد في نظام مشى ترابط كامل تناغم كامل اجتماعيات اقتصاد حافظ على النسل حافظ على الأموال حافظ على الأعراض أنه هذا اللي حافظ عليه اللي مش دارس نعم لا هذا اللي دارس علم المجالس ما هو مش كل إشي بتقول لي في علم المدارس في إشي أعلى من علم المدارس اللي هو علم المجالس نعم وهذا بالنسبة للقضي العشائري هي بتجي الفطنة والحنكة وهي الفراسة ومش بالسهل أي إنسان يكون قضي عشائري بيزبطش ما هو بدي يكون صاحب بيت ومعروف لدى الناس وفيه إله أحكام سابقة وفيه إله أحكام مبيضة قدام الناس فبيزبطش ما من يقدر نقول أنه نجي نشطه بالعشائر أنا بقول لك في مرة من المرات جلالة الملك حسين نعم رحمه الله أقر أنه فيش إشي أسمه نظام عشائر فكان في عنده في الجنوب الأردني يعني مواقع أشاروا عليه ناس أنه بدنا نظام بدنا نظام الدولي والمملكة الأردنية ما كان فيش فيها قسم محتل نعم 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 يعني إحنا بنحكم على بعض الأراضي أما البلاد الفلسطينية كلها تحت الاحتلال نعم فقال خلص فيشي كل الجيش تبع المملكة ما إدر يحلم بين عائلتين صار فيه عندهم قتل بكل الدبابات والطيارات ما إدر يحل بين العائلتين نعم والاختيار هي حطوا العبي تبعونهم وصفوا قالوا يحل المشكلة بكل جيش المملكة ما إدر يحل الموضوع لكن قد يكون هذا تقصير في الدولة لا 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 يعني دولة لمؤسساتها جيشها غير قادرة على حل مشكلة بين الناس أتوقع أنها تفتكر لمؤسسات الدولة بهذه الحالية لا لا بالعكس المملكة الأردنية على ثقة وعلى قدر عالي جدا بس المسألة الحكمة في التعامل في الموضوع هي الحكمة للتعامل في الموضوع أنت ما بتقدر تيجي تبتر أن تتئيم تراث هاي تشو المشكلة بيننا وبين الإسرائيليين أن الإسرائيلي بدون يخلع الشرش الفلسطيني من شرشه ويمحي فيش شيء يسمه فلسطيني وإحنا منحافظ على تراثنا والقضاء العشائري هو جزء من تراثنا ومن حياتنا الآن عاود جلالة الملك السين رحمه الله فشو سوى لما أجوا الناس العائلين والفهنين قالوا له جلالة الملكة بوضبطش فراح سوى المجلس الأعلى للعشائر وحط العباء ونزل وتسود هو المجلس الأعلى للعشائر يعني كأنها عاد النظام العشائر وعاده والآن لحد الآن المملكة الأردنية أي عطوة بتطلع فيها بيطلع فيها إذا فيها عملية قتر رتبة عميد إحنا عددنا قضايا جدا في الجانب الأردني عند إخواننا الأردنيين في قمة الأعلى شيء وإذا ما كان فيه صلح العشائر ما بيزبط حتى أنت عندك في النظام إذا ما فيش عندك صلح فيش عندك وهذا إقرار منك أنت كنظامي أنه لازم يكون فيه صلح والصلح هذا ما بتقدر الدول تسويه هو صلح عشائري ولكن هو ليس حكم عشائري لا لا ما هو يقدر للحكم العشائري للقضاء العشائري يعني لا يمكن يصير صلح إلا لما يعد على القضاء العشائري لكن بالنهاية ما هيكون حكم لا فيه فرام كيف لا لا قطعية لا من فهمك خاطئ في الموضوع العملية القتل اللي بتصير نعم بيصير فيها عطوة وعطبتين نعم مثلا بتصير العطوة هسا لما يصير أهل المقتول بدهم يجوا الأهل القاتل لأهل المقتول بتبعت جاهة هسا اللي بيتكلم بأسم أهل المقتول قاضي عشائري بقول بدي مئة ألف بدي مئتين ألف بدي أرحل فلان بدي أسوي بسوي عليهم ترتبات نعم عرفت كيف الآن هذا الأمر هو اللي بيفرضه القاضي العشائري تبع العشيرة أو تبع اللسان الحال الناس هدولة الآن بيتمم الموضوع بيطلعوا عند الدولة بقولوا استلحنا أما إذا ما تمموش بيجوش عند الدولة بقولوا استلحنا نعم وهذا الحكي الحكومة هي بتعرفه حق المعرفة لا يمكن يتم الإصلاح ما بين الناس ها ما بين الناس إلا في القضاء العشائري يعني كأنه من وجهة نظركم هو أنتوا أصبحتوا كقضاء مساند للقضاء النظامي لا 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 في هذه الحالات هل ممكن نسمي بهذه الحالات أنه صلح العشائري أنتوا بتقدموا للقضاء النظامي هل هو قضاء أنتوا أصبحتوا قضاء مساند للقضاء النظامي إحنا أصلا قضاء مستقل بحذ ذاتنا يعني أنتوا أنتوا ليسوا يعني غير قضاء مساند هو قضاء مستقل عن قضاء النظامي نعم فيش حدا في الدول اللي بيقدر يجي أنا بقفة مني يعني أنا بتيجي عندي عطوة نعم ودفع فيها مثلا فلان فلاني ارتكب جرم نعم والجرم عندنا بيساوي كذا وكذا نعم تيجي العائلة بتدفعه أو الكفيلة بيدفعه لو يروح لستمائة قانون شو بده يسوي فيه القانون نعم إذن شيخ وليد كونه منيحكي عن القضاء النظامي وإجراءات القضاء النظامي وأن القضاء العشائري هو مستقل عن القضاء النظامي مشاهدين الكرام الآن اسمحوا لي بأن أرحب بضيفي عبر الهاتف بالقاضي النظامي الأستاذ الدكتور أيمن الظاهر قاضي في محكمة رام الله دكتور أيمن يسعد مساك يسعد مساك ومساك ضيوفك ومساك مجتمعين يسعد مساك الدكتور دكتور أيمن أنا سعيد جدا بوجودك معنا في هذه الحلقة عبر برنامج القانون والناس السؤال هو واضح وموجه لك بشكل مباشر رجال الإصلاح في الحلقة السابقة قالوا بأن القضاء لا يعالج القضاء النظامي لا يعالج جميع القضايا والجرائم ووصفوه بأنه قاتل للحق وأن القضاء العشائري هو الأسرع اليوم في نفس الموضوع القاضي العشائري أيضا يقول بأن القضاء النظامي هو قضاء بطيء وأن القضاء العشائري هو الأفضل من القضاء النظامي في الإجراءات وبأنهم في بعض الحالات القضاء النظامي هو من يحيل الأشخاص للقضاء العشائري وهنا خصيصا في موضوع الصلح العشائري ممكن نتحدث عن هذا الموضوع ورأيكم كقضاء نظاميين حول هذا الموضوع؟ كل الاحترام إلك وإلى سؤالك ولوجهة نظر جوفك حول القضاء النظامي والقضاء العشائري أول شيء خلينا نحكي نجاوب على آخر جزئية عندما القاضي يطلب من المتخاصنين أنهم يصلحوا مش معناته هو بوجههم للقضاء العشائري لأنه القضاء النظامي لا يعترف في أي شيء غير القضاء النظامي ولا تأثير على القضاء النظامي من أي جهة كانت سواء كانت عشائرية أو تنفيذية أو من أي جهة كانت ولكن من واجب القاضي أولا لماذا نستمع في قضاء الصلحة عندما حاكم صلحة؟ سميت أصلاً حاكم الصلحة حتى تعرض على الناس المصالحة والمصالحة لها عدة أشكال وأحياناً حتى المصالحة هذه في بعض الجنايات الكبيرة قد تخضع أيضاً سلطة القاضية التقديرية يعني قد تتم المصالحة أمام قضاء عشائريين أو أمام لجان إصلاح أو أمام المحافظ أو أي جهة كانت ومع ذلك يرى القاضي بأنها غير كافية أو غير مصطعة من المجن عليهم نعم وهذا يعني أن القضاء النظامي يسير والقانون قدد له قانون سلطة القضاء هو من أنشأ المحاكم وحدد صلاحيات القاضي وحدد كيفية تعيين القاضي وبالتالي لا يجد أن يتدخل أي أحد في عمل القاضي والقاضي النظامي لا يعترف بأي جهة كانت سوى ما يُعرض عليه من بينات أما بخصوص ما تفضلت به وما قاله ضيوفك عن موضوع أن القضاء النظامي هو بطيء نعم أنا في جناية قتل عندما تعرض على القاضي في جناية قتل القاضي لا يحكم إلا بناء على بينات بينات تقدم ممن؟ تقدم من النيابة العامة من شهودها ومن الدفاع ومن المتهمين أنفسهم نعم أنفسهم المتهمين يكون لهم محامين ويضعون أكثر من شاهد أنا مش في جريمة قتل بحلها يعني بطريقة عشان أكون عادل لازم أحل القضية بسرعة والبطء اللي بصير في إجراءات المحاكم وحضرتك كمحامي أنت تعلم السبب الرئيسي هو ليس القضاء وإنما الأدوات التي غير لا تمكنهم من السير في إجراءات التفاضي ومنها التي تقدر فيها الشيخ وليد الاحتلال يتحمل جدد من هذه الإجراءات نعم يعني بالتالي ممكن أن نكون في قضايا الصلح العشائري سقوق الصلح التي تتم عند القضاء العشائريين القاضي النظامي هو غير مجبر بأنه يأخذ بهذه السقوق أو بهذه سقوق الصلح؟ نعم صحيح حسب كل حالة على حدة من المعروف أن أحد الأسباب التختيفية أو الظروف المخففة للعقوبة قد يكون الصلح قد يخفف العقوبة إذا اقتنع القاضي صدوره بطريقة صحيحة ومشروعة وموافقة المجن عليه وذوي المجن عليه هنا قد تكون سبب مخفف للعقوبة ولكن نهائيا يبقى الحق العام موجود نحن نعلم أن القضاء العشائري يقوم على العرف لمجموعة قواعد سلوك تواثرت مجتمعات معينة على تطبيقه فترة من الزمن نعم ولكن في قانون مكتوب بمظلم عمل القضاء العشائري هذا غير موجود لذلك يعني ما فيش مثلا أن قانون خاص أنشأ محاكم عشائرية حتى يعطيها إلزامية للقضاء النظامي نعم وفيش مثل هيك ممكن يعني نعم يعني مثل ما تفضلت يعني حالة النزاع للقضاء العشائري كيف بتم؟ وفي أي اعتبار أنا كيف دحيل النزاع نعم صفت أحد أطراف النزاع مكانته، انتماءاته، بأثره لا بأثريش كيف بتم حل النزاع لما يكون الطرف الآخر على سبيل المثال أنا بطلب لك مثل من فئة أو طائفي معينة تختلف عن طائفي اللي راحت للقضاء العشائري العشائري عصد نعم يعني علاقة القضاء العشائري بالسلطة التنفيذي تتعلم ونحن نعلم أنه رجال الإصلاح أحيانا يتم تعيينهم من المحافظين أو علاقتهم مع الرئيس أو علاقتهم مع الأجهز الأمنية نعم صحيح هل يجوز مثل هذا القضاء المدني أو القضاء النظامي؟ طبعا لا نعم لذلك نحن نقول وبصراحة بأن القضاء المدني هو القضاء النظامي هو القضاء الوحيد ولا يوجد بديلا ولا مكملا ولا مساندا لهم نعم 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 أشكرك والقضاء النظامي أساسا هو أساس العدالي ولا يقوم لا على اقتناط الفرص ولا على كست الوقت ولا الاعتماد على شخص محدد في الصعار الحكوم نعم ولا تبع طريقة أسهل وأسرع لحل المشكلات على حساب أطراف النظام نعم إذن إحنا حابين دكتور أيمن تضلك معنا حاليا على الهوى وبيدي أرجع للشيخ وليد الطويل إذن سقوك الصلح التي تصدر من القضاء العشائريين ما بين الأشخاص أو في حل المشاكل ما بين الأشخاص لا يلزم أو لا تلزم فيها المحاكم النظامية إطلاقا وهي سلطة تقديرية للقاضي النظامي قد يأخذ بها وقد لا يأخذ وهذه السقوك هي فقط تخفف من العقوبة كون أن الصلح هو أفضل بطبيعة الحال أول شيء يعني أنا بمس على سيادة القاضي أحلى تماسي والآن بقول لسيادة القاضي يعني أنت الآن بدك تشطب الآخر وهذا الحكي من رابع المستحيلات أنا بقول لك إحنا كرجال عشائر لو تركنا العبي تبعتنا وإنت أدرى الناس في توقيع تأسيم فلسطين لـ H1 و H2 يعني مش كل المناطق السلطة الوطنية بتقدر تصلها إذا إحنا القضاء العشائريين أو رجال الإصلاح أو الوجهاء نزلنا العبي تبعتنا وارتحنا أنا بقول لك بستطيع أنه الشعب الفلسطيني رح يدبح بعضه بدك تقول لي كيف؟ بدأ أقول لك أنت فيش عندك سلطة لأنه الاحتلال هو أصلا بيغذي الفتن نعم والاحتلال مش معني أنه يسود القانون ولا النظام حتى في أي منطقة كانت تكون وهذا الحكي يعني بدوش يدي رأسه بدوش فهم ما هو مفهوم طبيعته بس اليوم إذا أنا بترك العباة تبعتي تأخذيش في كلمة أنت كل يوم بخش عندك خمس ست قضايا بس أنا كل يوم بخش عندي عشر وخمستعشر قضية أنا لو بدي أقعد أسجل للقضايا اللي أنا بحلها عندي الناس بجيبهم مع بعض ومنصلحهم ومنقضيلهم ومنقضيلهم ومنخلص مشاكل للناس سدولا إن كان في الإرث أو في الدم أو في العرض أو في الحقوق المالية أو حتى المهنية كل شيء حتى في قضاء السير حتى في قضاء السير الحلول اللي عنا هي أسرع من القضاء النظامي الآن تقول للنظامي أنا أتأخذيش في كلمة قاضي عشائرية لما عيلتين بيجي بيختلفوا عندي بقول له خلاص أنت بتطلع بتتنازل عن مشروط يعني أنا بفرض على المتخاصمين أنه من حد ما يطلع القرار تبعي بده يطلع عند الدولة ينزل القضية بظل هو الشخص الوحيد المعلق أنتوا بتتعاملوا مع شخص واحد ولكن في القانون عفوا النظامي نحن في القضاء العشائري نتعامل مع عائلة كاملة لأنه سد التار عندنا ما بيجي وحرق البيوت والضرب وفي ذير بالك هذه ثقافة مدروسة ومحفوظة وبنقدرش نتخلى عنها والقانون بيقدرش يغفل عنها أنه لما تصير فيه طوشة أو فيه عملية قتل بيجوش بيحرق دار الجاني لحاله أنت في القانون بتعاقب الجاني لحاله الآن في العشيرة وفي طبيعة العشيرة وهذا الحكي مش عنا لحالنا في كل الجزيرة العربية موجود أن العشيرة بدأت تهجم على العشيرة الأخرى اللي قتلت اللي قتل منها بدأت تهجرها وتحرقها وتقيم وتعب الآن إحنا صمام الأمان لهذا الموضوع نعم مش النظام يعني كأنه دكتور أيمن كأن القضاء العشائري هو بيحمى هو صمام الأمان للطرف الآخر والقضاء النظامي فقط هو يعاقب الجاني لكن أعتقد أنا رح أخذ الرد من الدكتور أيمن ولكن أعتقد كل شخص خالف القانون يعني الجاني نعم أخذ العقاب ولكن إذا كان هناك شخص آخر من العائلة ارتكب جريمي أخرى وقام بعملية حرق أو ضرب وخالف القانون باعتقادي أن القضاء النظامي لن يترك هذا الشخص بحاله الدكتور أيمن فيه تعليق معين عندكم لهذا الكلام نعم صحيح أول شيء أنا أبا أبي يعني ما حدا فينا لاقل سواء كان قاضي نظامي أو أي مواطن يذنكر الزور اللي لعبوا القضاء العشائري كل الاحترام والحلول فعلا مثل ما تفضل أصلا قبل ما جاء السلطة الوطنيين ما كانش أصلا عنا وحتى كان عنا قضاء ولكن لم يكن بالطريقة كان قضاء العشائري ممكن يكون حال أكثر بسبب الناس كانت ترفض التعامل مع الاحتلال نعم وكما هناك مناطق أنه صعب اللجوء إليها ولكن اللي تفضل فيه الشيخ شيخ وليد خطير جدا وهو بحكي عن ثقافة العنف المولودة في مجتمعاتنا نعم ثقافة العنف المولودة في مجتمعاتنا هذا أحد الأسباب الذي يجعل الأشخاص يذهبون إلى القضاء العشائري لأنه أنت بتعرف أنه من أحد وأنا بعتبرها أسمح لي يا شيخ وليد من أحد السلبيات القضاء العشائري أنه يفرض عقاب جماعي وليس عقاب على الجاني نعم يعني بحمل كافة أفراد العائلة المسؤولية والأصل أنه نحن في قضاء نظامي المسؤولية الجنائية الفردية فقط للجاني نعم وموجب القانون الأساسي الفلسطيني العقوبة نعم صحيح تمنع العقوبات الجماعية لا جريم ولا عقوبة إلا بناص لا توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لنصف القانون يعني عقوبة الترحيل إذا بتسمح لي تمتد الأقارب حتى الدرجة الخامسة نعم تمتد تشمل مثل ما تفضلت الممتلكات المتهم وممتلكات عائلة حتى نعم لذلك نحن نقول أنه على الرغم من إيجابيات والدور اللي قام فيه القضاء العشائري إلا أن القضاء المدني ومحدد بموجب قانون وإن طال الفصل في الملفات إلا أن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب المتخص نعم دكتور أيمن كلمة أخيرة لحضرتكم بخصوص الإجراءات البطيئة أمام المحاكم النظامية هل هناك بعض الحلول التي يمكن أن تتوجهوا فيها كقضاء حتى يتم حل هذه المشاكل وحتى يصبح القضاء النظامي هو قضاء سريع؟ أول شيء أنا بدي أحكي شيء لأول مرة بحكي على الهواء نعم تفضل نحن فعلا نفكر أن القضاء عندنا القضاء الفلسطيني بطيئ نعم يقول الضبط يمكن أن أحكي لك إحطائي دقيقة بتلاقي تجاوز 150 قاضي لا شو قديش حجم البلسطين في آخر موضة مارس لأن عليها كانت بيروت وبحكيه وهي حقيقة وقدر ترجع فيها تفاجأت أن فلسطين على حجم القضاء اللي عندها وعلى حجم عدد سكانها لا تشكل نسبة الملفات المتراكنة عندها واحد في المليون بالنسبة لباقي الدول نعم والقضاء هكذا نحن يا دكتور مخفيفين عنكم دكتور أيمان نحن مخفيفين عنكم كتير هي كأن القضاء العشائري هون كان مساند لألكم نحن مخفيفين كتير يا دكتور عنكم وكل الاحترام كل الاحترام لك دكتور وإنتو الأصل يعني والله وإحنا يعني دكتور أنا يعني بكون مبسوط جدا ويمكن أنا حكيتها في عدة مناسبات ومن هذا المنبر الطيب من فضائية النجاح من هذا الصرح العلمي العظيم نعم تفضل بناشد كل إخواننا المسؤولين وعلى رأسهم سيادة الرئيس أبو مازن والمسؤولين عن هذا الوضع أنه يكون الاتحاد الكامل والتنسيق الكامل وهذا الحمد لله إحسماع يعني إحنا بفزعة دينية ووطنية موجودة عندنا بالتنسيق الكامل ما بين الجهتين القانون النظامي والقانون العشائري أو أي يعني نقول رجال الأمن ورجال العشائر لأنهم هدول التنين بهمهم مصلحة البلد السلم الأهلي على والله يكون هون فيه انسجام وفيه تعاون يكون أكتر وأنا قلت يمكن قبل بشوية للأستاذ عداي أنه إخواننا في الأردن أي عملية صلحة بتصير بيطلع فيها رتبة عميد مش عقيد عميد بيطلع مع الجاهة وهذا بيكون مرادف مع إخواننا العشائريين حتى يحصلوا على السلم الأهلي لأنه اللي أنت الهدف المنشود اللي عندك بتدور عليه هو الهدف المنشود اللي أدور أنا عادي وإذا إحنا تكاملنا وملغاش الآخر يعني فينا الشخص يعني أنا يعني تأخذ جيش في الكلمة يا أستاذ أيمن دكتور أيمن أنا إذا أنا بقول للعشيرة عندي أقعد بتقعد كل السلطة الوطنية بتقدر اشتاعدها إذا بتقولها السلطة الوطنية لأنه أنا أبنائي منثورين في كل الضفة الغربية إذا أنا بقول لأبنائي هؤعدوا خلاص بيسمعوا كلمة واحدة وهذا الحكي اللي لازم يتعول عليه السلطة الوطنية وما تهمش رجالات الإصلاح وفيه كمان نقطة كمان بدأ أضيفها مش كل رجل عشائري معناته تابع يكون للسلطة ومش مع إنه إحنا مننكر السلطة نعم إحنا مستقلين بحد ذاتنا إلنا بيوتنا إلنا أعرافنا إلنا عائلاتنا وما منمتميش ولا لحزب ولا لجهاز نحن عشائريين مستقلين نعم الآن اللي بدأ يكون تبعي عفوا يعني أو تابع للجهاز الفلاني أو للدولة الفلانية أو للتنظيم الفلاني هذا الحكي إحنا في الباب العشائري ما نحكيش فيه نعم لأنه هذا كباب وهذا باب آخر إحنا كعشائريين مستقلين اللي بيكبرنا شغلة وحدة نزاهتنا بياض أكفتنا زائد عدل الحكم تبعنا زائد العشيرة تبعتنا نعم اسمح لي هون شيخ وليد دكتور أيمن في آخر سؤال هو القضاء العشائري والقضاء النظامي ألا يفترض في الدول ذات السيادي والدول المتطورة والحديثة أن يكون فقط فيها قضاء واحد وليس قضاءين يعني باعتباركم أنتم هل تعتبروا القضاء العشائري هو مساند لإلكم أم أنه فقط يجب أن يبقى فقط القضاء النظامي ككلمة أخيرة ككلمة أخيرة أولا كلنا يحترم القضاء العشائري واللي هو كان لأساس أصلا البذر اللي طلعت منها فكرة القضاء نعم نحن نقلل من دور القضاء العشائري نهائيا ولكن في أي دولة تبعت المدنية وتوقعت على الاتفاقيات الدولية نعم ومعاهدات وحقوق الإنسان كل ياتها هذه الاتفاقيات مع القانون الأساسي الفلسطيني مع قانون سلطة قضائية نصفت على قضاء مدني واحد نعم هو الذي يكون سائد في البلاد وبالتالي يكون من حق أي مواطن أنه يلجأ إلى قاضي الطبيعي حسب القانون المطبق هنا في فلسطين هو القاضي النظامي على اختلاف الدرجات والمسميات والوحظة ويكون له حق الطعن حتى يصل إلى محكمة أنبق نعم أشكرك دكتور أيمن الظاهر قاضي محكمة رامالله على هذه المداخلة الرائعة شيخ وليد فيه أمر معين وسؤال هو أخير قبل نهاية هذه الحلقة القاضي النظامي عندما يتم اللجوء إلى إله في حال الشخص الإنسان قد يخطئ والقاضي النظامي إذا أخطأ يمكن أن يتم اللجوء لمحكمة الاستئناف يمكن أن يتم اللجوء لمحكمة النقد بمعنى هناك شخص مرجع يمكن اللجوء إلى إله حتى يتم تقديم هذا التظلم في القضاء العشائري أنا توجهت لقضاء عشائري والقاضي العشائري لم يحكم بشكل صحيح وظلمني كشخص توجهت إليه لمن ألجأ بعدها بعد هيك يعني هل هناك مراحل أخرى هل هناك خطوات أخرى حسنا في القضاء العشائري في عنا إحنا قاضي وقاضيين نعم يعني واحد لو يأخذ قاضي واحد واحد بيأخذ قاضيين يعني بيقدر يتوجه لثلاث قضاء في القضية على قد الصعوبتها إحنا في الشرع منلجئ هذا الموضوع منحيل هذا الموضوع للشرع الشرع ما بيظلم ولا إنسان لأنه بينزل حتى كل شيء حتى في القصاص في الجروح أو في المعاملات أو في أمور الديون أو أمور النصب أو أي شيء موجود الشرع في إلوميزان عنده من الباب للبحرام حسنا القضاء العشائري ممكن يخطئ إزاي ممكن يخطئ القاضي النظام طبعا عشان هيكت في عندنا الناقض وفي عندنا الاستناف يعني عندكم نفس الترتيبات هذه الموجودة في القضاء العشائري الآن أنا القاضي القاضي العشائري إذا قضى القضوة نعم وطلعت القضوة مش مزبوطة أنا بأخذ بقول له حق منشهود عنه بطلع لبيوت رويان لبيوت وبقول يا جماعة الخير هذا الرجل حكم عليّ هيكد هيكد هل هو بيطلع له طبيعة الحال بيقدر يفسخوا قرار ويرجعوا له نحن في بلادنا هون اللي بلزم الناس أكتر من بعد صدور القرار اللي هو الكفيل نعم الكفيل اللي اللي بيحدد مصاري القضية نعم الكفيل هو اللي بيحل القضية هايتي أنا انظلمت ما انظلمتش ومعظم القضاء بترجع حية للصلح يعني أنا يمكن في قضاياي بقضي يمكن بتجييني مئة قضية حكم أحكم فيها بحكم منها في عشر قضايا وتسعيل بجيلها للصلح نعم لأنه إحنا نعتمد على الصلح أكتر من القرار نعم الجازم القرار الجازم لما إحنا يكونوا فيه تنين روصهم يابسات وطوحنة وتكسر عظم فيها هانم بيجي در القرار نعم خلاص فيه قرار بدي أطلع له قرار بدي أطلع له قرار نعم بس إذا أنا بلاقي تنين وموجودين وبنكش فلان وقعوا لفلان وزبط الأمر بطلعهم عندي العيلتين مصطلحين نعم وعلى دليل هذا الحكي إحنا عنا اليوم في المحكمة بيطلع بيقاضوا في المحكمة بينزل من المحكمة بنطخ الزلمة نعم بس عندهم لا يمكن يكون قاعد عند القاضي وينطخ عند القاضي لأنه العشيرتين بتقعد وبياخدوا القرار سوية يعني الحمولة والعائلة هي اللي بتاخد القرار إنه نزلت عند هذا القاضي بموافقتها برغبتها بإرادتها أما عند الحكومة لا مش برغبتها نعم إذن مشاهدين الكرام ها نحن قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا لهذا اليوم حول القضاء العشائري والقضاء النظامي المواطنين مختلفون البعض يلجأ للنظام والبعض للعشائري رجال القانون هناك من يقول بأن القضاء العشائري يجب أن يتم إلغاؤه في فلسطين وبالتالي هذا الموضوع لا يمكن أن يتم حله في حلقة أو حلقتين وإنما يحتاج إلى المزيد اسمحوا لي أن أشكركم جميعا على حسن هذه الاستماع وعلى حسن المشاهدة واسمحوا لي أن أشكر ضيفي في الأستوديو الشيخ وليد الطويل قاضي عشائري من مدينة الخليل حياكم الله مرة أخرى دمتم في أمان الله حياكم الله حياكم الله حياكم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر